السلام عليكم في هذا الفيديو سنرى بعض العبارات الفرنسية بطريقة التدرج أي سنبدأ بالجمل السهلة ثم نزيد في المستوى أي نصعب الجمل شيئا فشيئا وهذا الفيديو أيضا فرصة لاختبار معارفك في اللغة الفرنسية وفرصة للاستفادة من عدد كبير من التعابير سواء للمبتدين أو لشخاص دوي المستوى المتوسط أو كذلك المتقدم نبدأ بالجملة الأولى جسو إتوديون en deuxième année أنا طالب بالسنة الثانية هذا بالنسبة للمذكر أما بالنسبة للمؤنث نقول جسو إتوديونت en deuxième année جسو إتوديونت en deuxième année جسو إتوديوني من باك جسو إتوديوني من باك ونسبة للمؤنث جسو إتوديوني من باك هناك في النادق والغاية في الكتابة أيضا جسو إتوديوني من باك شخص يحترم المواعيد أو حريص على المواعيد. أحب الصفر. فكما تلاحظون هذه العبارات كلها في المستوى الأول. أي المستوى السهل أو المستوى المبتدئين. سنزيد في المستوى شيئا فشيئا. نبحث عن شخص اجتماعي. هذا بالنسبة لمثلا شركة تريد استقطاب موظف للعمل في مجال التسويق أو مجال مصلحة الزبناء. أو مثلا عمل له علاقة بالتبادل ثقافي أو شيء من هذا القبيل. يطلبون شخص مثلا اجتماعي. يبحثون عن شخص اجتماعي. أن نبحثون عن شخص اجتماعي. بجميع أن تحقم تحقق. إنها تعملو بجيد. تعمل بجيد. إنها تعملو بجيد. أنا متزوجة هذا بالنسبة للحالة العائلية الحالة العائلية إذا سئلت عن الحالة العائلية أنا متزوجة نيفو 2 الآن ننتقل إلى مستوى آخر مستوى جمل أكثر تعقيدا أو أكثر صعوبة وأيضا يعني تظهر استعمالوها يظهر أن المتحدث متمكن باللغة أكثر من المستوى الأول وأيضا ننتقل أيضا إلى المستوى الثالث بعد ذلك أنا تبكت إلى مناسبة للمشاهدة كما ننتقل إلى مناسبة له هذا between المشاهدة أو المترجم للعائلية أو أكثر أكثر مع مناسبة للمتحدث أنا مستعد لقبول فرص جديدة أو استغلال فرص جديدة هذه أيضا تقال في مجال العمل مثلا إذا كان شخص يعمل مستقل ومستعد لقبول عروض أخرى للعمل في شركات أو لتقديم خدمات لزبناء آخرين فيقول ننتقل إلى الجملة التالية فهي اتنشون أن تقديم إحذر أو إحترس و أنت على طريق أن تقديم كوندوير من البرب كوندوير هي السياقة أو القيادة قيادة سيارة أو شاهنة أو غيرها من وسعي لنقل كوندوير كوندو classe أماонч كوندوير المهارات التي اكتسبتها أو المكتسبات أي تنزلها على أرض الواقع وتفاعلها لتستفيد منها في عمل ما أو ترى ما درسته بشكل نظري ممكن تطبيقه على أرض الواقع أو في القيام بعمل ما إنها فرصا جيدة لتطبيق المهارات التي يتسجعها انا اتركوا في القناة انا اتركوا في القناة على هذا الموقع هذا مثلا قد يكون جواب لسؤال Ó اتركوا في القناة اشتركوا في مجالة مثلا ما اشتركوا في مجالة مثلا ما اشتركوا في مجالة في مجالة اي انني ابحث عن مشروع على المدى البعيد او على المدى الطويل او على المدى البعيد اي انني ابحث عن موقد اي انني 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 ان تبرب على المجال كنت هناك لأنه دائما سبب تأتناول. إنها أكبر أجمل ومنصر. أجل رحلة أود أجل أجل أو أجل رحلة أجل أجل ، أهلا إسم الضغط عن zones أخرى. تنبؤسسسسسس ديع أين تأتي مع المنزل. أهلا تنبغي على الجنة. لحيدة أتسل Xuطفق أمنا في الفؤ jew أيصف alta إلى اب heap سلووف 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 الرجل سلووف Mein وosaurs الكثير работ مثلا يطلب منك ماليستمارة للتقليم أو التزويد شخص ما أو مؤسسة ما ببعض المعلومات c'est pour donner des informations سيطلب منك مالذيك يتحدثون على سئلة حولا مثلا السن والاسم و معلومات أخرى شخصية الحالة العائلية وغيرها سيطلب منك مالذيك الآن ننتقل إلى مستوى آخر مستوى دوسالة العمليية في جمال دوسالة العملي par اكثر تأكيدا plus صفيسيكة أكثر الوقفية تتحدثون على أنك مالذيك على أنك مالذيك يمكنك تحسين أو تطوير من مستوى في اللغة الإنجليزية ce n'est pas la mer à boire ce n'est pas la mer à boire quand on dit que quelque chose n'est pas la mer à boire c'est-à-dire qu'elle n'est pas difficile ou bien très difficile أي أن شيء ما ليسى بي تلت السعوبة التي نتوقعها أو التي يدعيها شخص ما مثلا ce n'est pas la mer à boire أي أنها ليست يعني بشكل حرفي يمكن أن نقول ليست كشرب المحيط مثلا فشرب المحيط هو صعب وبالتالي نفس الشيء ce n'est pas la mer à boire يعني هذا ليس بالأمر الصعب يمكنك فعل ذلك بعد أن طلبتوا بي زيادة في الراتيب بعد أن أجدوا بي زيادة في الراتيب وقالتوا بي زيادة في الراتيب لذا وقالتوا بي زيادة في الراتيب لأنني لم يرسى بي زيادة في الراتيب لا يوجد أي شهدات من أي نوع لكنه يعملون كممثل لشاركة لكنه يعملون كممثل لشاركة قد توسط له شخص ما توسط لك شخص ما دون وفود أو دون منصب مثلا المدير أو ممثل شركة ما قد توسط لك في هذا العمل كان يعمل لك من قبل لا يوجد عمل دون يعمل حتى يعملون كممثل terms لكنه كان مدين وتسجل أو يكون مدينة تأسل تبحث عن المشاكل ننتقل الآن إلى الجملة المقبلة Vous êtes prévenu désormais A bonentendeur Vous êtes prévenu prévenir quelqu'un يتعلم شخص ما تخبره بأمر ما تعلمه A bonentendeur A bonentendeur تعني أن يعني من يريد أن يفهم يجب أن يفهم مما قلت يعني ما على الرسول إلا البلاغ مثلا في ثقافتنا وما على الرسول إلا البلاغ قد بلغت و يعني المتلقي عليه أن يفهم ما قلت وأن يطبقه إلا أنت BY A bonentendeur قد بلغت نوزتو عدو دواغ نوزتو عدو دواغ 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 نوزتو عدو دواغ 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 كننا قابقاو سين من الموت كننا قابقاو سين كننا على روشكي الموت كنا سنلقا حجفنا نوز اتو ادو دوة دلامور اتر ادو دوة كالكوشوز يعني ان تكون مشيكان على يعني شيء ما تكون قابا قوسين اتر ادو دوة قابا قوسين من الموت الان كور دارتشو الان كور دارتشو التوم باموره فاسلمو اavoir ان كور دارتشو هو ان تكون يعني من الاشخاص الذين يقعون في الحب يعني بسهولة الان كور دارتشو يقع في في الحب بسهولة الان كور دارتشو يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها لا يجب أن نخفي الشمس بالغربال كما نقول في تقاف المغاربية يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها فهم يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها كما تتحدث عن المغاربية يجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها راحطة سالات يقوله هذا يحدث نحن لم يقول لها وتعكد Syl Gardان أن تقول لها مجرعة من المعنى أو توائرة من المعنى سلوية women راحطة سالات راحطة سالات سلوية تقفية تقفية تكران راحطة